موسيقى وفي أخبار الاقتصادية أعلن البنك المركزي بولاية القداري في إيقاف العمل بمبادرة إيداع والتنازل عن جميع أرصدته لدى البنوك بالولاية إذانا بانتهاء أزمة النقد والإعلان عن توفر السيولة بالبنوك والصرافات العاملة وقال عبد الله جمال الدين مدير فرع البنك المركزي بيل قداري أن البنك وفر كافة احتياجات الحصاد من النقد للمزارعين مشيرا إلى استعداد البنك لتمويل الموسم التسويقي ووجه لذا للمزارعين والتجار لاستلام حاجتهم الكاملة من النقد من أي بنك عامل بالولاية إن شاء الله سوف لن تكون هناك أي مشكلة في جانب توفر النقد للمحصول السيمسيوم ولبقية حصاد محصول السيمسيوم ولبقية المحاصيل الدراء الدخون وزهرة الشمس وكل المحاصيل كل السيولة النقد موجود وإن شاء الله ما في مشكلة فيه نحن اصدرنا في الأيام الفائثة قرارات للأخوة مديرية البنك بالولاية واحد منها إلغاء مبادرة إذاع كذلك طلبنا من الأخوة مديرية البنك متابعة تغزية الصرافات الآلية لتعمل خلال الأربع وعشرين ساعة أعلن وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم خطة طويلة المدى لمتابعة انسياب المواد البترولية ومعالجة الاختناقات المتعلقة بالنقل والتوزيع وعقدت لجنة الوزارية لمتابعة الموقف اليومي لإمدادات الوقود والأدوية اكتماعها الأول ظهر اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الطاقة والتعدين أوضح الوزير أن اللجنة تناقشت منهجية عملها مشيرا إلى أن موقف الوقود ومشتقاته والمخزون الموجود وكمياته مطمئن اطلع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني خلال لقائه والي الشمالية محمد الحسن الساعوري على مجمل الأوضاع بالولاية وأكد الوزير أن الولاية الشمالية من الولايات المهمة لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وأمن على ضرورة الاستفادة من مطحن الفردوس بحاضرة الولاية دونغولة والذي تبلغ طاقته الانتاجية 250 طنا في اليوم على سعيد المتصل تناول اكتماع مشترك ضم وزير الصناعة والتجارة ووالي نهر النيل قضايا الصناعة والتجارة بالولاية خاصة صناعة الأسمنت وأكد الوزير سعيهم لتدليل المشكلات والعقبات التي تواجه الصناعة خاصة وأن الولاية تحتضن خمسة مصانع تشمل أسمنت عطبرة السلام بربر التكامل والشمال أعلن وزير الطاقة والتعدين لدى لقائه والي الشمالية محمد الحسن الساعوري عن تبني سياسات جديدة لقطاع التعدين خلال الفترة المقبلة من شأنها تطوير عمليات التعدين بالتعاون مع حكومة الولايات التي تشهد نشاطا تعدينيا وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه استقرار الخدمات بالولاية وتطرق الوزير إلى أوضاع الشركات العاملة في مجال التعدين من جانبه أكد الوالي أن معظم مساحات الولاية تشهد نشاطا تعدينيا وأعلن وجود ما يقارب خمسة وعشرين ألف معد بمنطقة مثلث التعدين وقال إن هذه الكثافة أثرت على ارتفاع استهلاك الولاية للوقود الجازولين والبنزيل مطالبا بدعم وتعزيز الأمن في مناطق التعدين للتحكم في عمليات التهريب على صعيد آخر تعهد وزير الطاقة وتعدين عادل علي إبراهيم بحل مشكلة كهرباء ولاية البحر الأحمر قريبا ودع الوزير لدى لقائه وللبحر الأحمر حافظ التاج بزيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء للولاية